بسم الله وصلاة والسلام على سيدنا محمد إن شاء الله سنتكلم هذا الدرس عن النطفة يبلغ طول النطفة أقل من 100 جزء من الميليمتر يقضف الرجل أكثر من 300 مليون نطفة النطفة مسودة بذيل طويل يساعدها على السباحة للوصول إلى الهدف حيث ينفصل هذا الذيل عن النطفة ويدخل الرأس فقط في البويضة في الحامل أو الزوجة يحوي رأس النطفة كل المعلومات والبرامج اللازمة لإنتاج الجنين العاقل أي أنه مسؤول عن تحديد نوع المولود ذكرا أم أنثى قد أشار القرآن إلى دور النطفة في تحديد جنس الجنين يقول تعالى في القرآن الكريم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذ تمنى سورة النجم من 44 إلى 45 والله أعلم هذا يدل على صدق القرآن الكريم